مع الناقض الرياضي الكبير أستاذ هيسم نبيل والصحفي بموقع يلا كورا مدير موقع يلا كورا يا أستاذ هيسم مساء الفل عليك مساء كتير مساء كتير عليك وعلى جميع جميعين أكثر أكبرك كله تمام؟ الحمد لله حمد لله طيب خلينا نتكلم أكيد أنت تابعت وشفت كمان جدول دور انجليزي نزل النهاردة وخصوصا بمعهد بداية البطولة ومعهد انتهاء البطولة والأمور تبقى ماشية إزاي وكل هذه الكواليس والاستعادات للمسم الجديد وعملين اعتبرات حتى البوكسنج داي والكريسمس أعياد الكريسمس وكل حاجة تعليقك إيه وتلمدى التشابه بشكل صخر شوية ما بين الدور انجليزي والدوري المصري لا اوانا السنة السنة هي تجربة صعبة جدا مع الدور الانجليزي بحديدا يعني او من أيام لما كنت عيدة إصبات يلا صورة الكلام دا تقريبا من مثلا حوالي 12 سنة مثلا أو 10 سنين فكنت في مرة كده بشوف على فصلة زي الوقتي دا كده فكنت بتشك كده على الدور الانجليزي فضعتنهم جواب رسمي فأقولهم أنا عايز الجدول من السنة بتاعي الدور الانجليزي اللي حيبدأ الشهر الجاي زي الأيام دي كان فاااا فهاتولي بحيثولي الجدول آآ وسألواني الشهور صعب جدا ماهاتولي انت محتاج الجدول دا ولا محتاج بتاع السنة الجايه كمان فانا ما تهمتش طبعا واوما ما تهمتش هما بيتتصلم في amir الزبط فالتهم لا انا عايز دا يعني يعني هاتولي الجدول بتاعي الأيام دي اللي هو حيث لها فبعتودي الجدول زي معهوة نازل كنا للوقتي لعدم 10 سنوات أو 12 سنوات يقليقوا في كرامبا بنفس المنظر بنفس المواعيد بنفس التوحفات بنفس المرتبطات بتاعة القلبية فخالي قالك ان هم في الجنسرة تقريبا بيلعبوا خمس بيقنات غير دوري أوروبا والأوروبا ليه؟ تقريبا لا غير الاختباطات المنتحدة طيب يعني أستاذ هيسم نصيحتك لاتحاد المستري كورت القدم عشان يتفادى كل المشاكل اللي بتحصل خلال الموسم ده وانهو ايه مشكلة لما يتعلم من الدور الإنجليزي والسيستم بيبقى ماشي ازاي ووضع الجدول بيبقى ماشي ازاي يا حابب توجه كلمة تقولهم ايه؟ احنا نصحنا العجلة العملية متاختراع العملية انت انت عندك المسكادي والد بتاعة الانجليزيورات الأطفالية معروفة ومسبقا وارتباطات المنتخب المصروض او الانتخابات المصروض انها معروفة ومسبقا طيب التالي موضوع وضع الجدول مش بالهايه الصعوبة اللي هم بيعملوها المدين ومخلينا حاكسين ان احنا في أجمة كبيرة هم اللي بيعملوا الأزمة يعني النصيحة الوحيدة اللي ممكن تتواجه ليهه يعني انه هم يجدوا شغلوهم باش يعني كل واحد بسيط شغله هو بيعمل ايه؟ بس لكن هي الموضوع المشانة الاكتراع عجلة يعني الموضوع واضح ووضع صيح تخلي بالك اللي بيحصل في الموصل ده يمكن انا كتشتاه شكير ومشاه شكير معروف من سنتين يعني معروف تغير مواعيد بطولة أفريقيا للأنبية يتغير حدولة أمم أفريقيا 2 سنتين جناء على طلب الاتحاد المصري والمغربي فيعني الموضوع ما فيهوش كل اللبس اللي حصل ده هم ناس ما شافوش تغلوهم او عملت تغلوهم بخلص وجاييني يقولون انه هوت مستثنائي لا مش هوت مستثنائي انت اللي عملتوه هوت مستثنائي وعلى فكرة استثنائي على بعض الفرق والفرق التانية مش استثنائي خالص يعني فهو الموضوع كله هو منظومة مش عارفة كثير ومصممة انها بتعرف تدير هي دير مشكلة بك بشكرك يا أستاذ زهيثم شكرا جزيلا طبعا أستاذ زهيثم نبيل مدير تحيير موقع يلا كله